بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله بنتناول في هذا المقطع scoping devices فبنعرفها بإلي scoping involves using a ladle to pick up a mass of differentiated parts or formless material such as liquid or sand إيبعا أنا أقدر أعمل دي أنقل بيها formless material أو إن أنا أعمل بي أنقل بيها liquid من مكان إلى آخر دياً اللي هي scoping device تعالى نشوف النوع الآخر اللي هي inflating devices inflating around the parts requires inflating bladder around either the inside or outside of the parts إيبعا دي أنا عندي هنا من بيقول لي لازم عشان أعمل inflating around the parts أو ممكن يكون inside زي ما هو موجود قدامنا إن دي انفلاتنج هو يعمل انفلاتنج عشان يقدر يبقى دي لو دي استوانة هي موجودة قدامنا من الداخل فبيعمل انفلاتنج الديافرام هو اللي موجود ودي الماندرون والcompressed air بيدخل من هنا عشان يعمل انفلاتنج عشان أقدر أعمل بيه انفلاتنج على هذا البارد طب لو أنا من الاوتسايد نفس الفكرة فيه الديافرام موجود وفيه الكمبرسد اير بيدخل انه عشان يعمل ضغط أو يعمل انفلاتنج على هذا البارد وهذا البارد وبقدر بعمل بيه لفتنج لهذا البارد ده أنا نشوف اكزامبل بسيط فيديو بسيط لهذا الموضوع فبيقول لي لو أنا شفت إزاي هعمل عملية الانفلاتنج ده عبارة عن الانفلاتنج لو بيعمل عملية الانفلاتنج بطريقة بيصدق ندي متيرة من السيليكون فبيقول لي ان هذا الجزء أنا عايزة أعمل ايه انفلاتنج فروم اوتسايد ده بس تعمله في ايه شوف اهو عايزة ارفع بيه اعمل ليفتنج لبقل لائك ديس فاعمل ايه شوف مسك عمل الانفلاتنج اهو ويقدر يحمل هذا الجزء طبعا احنا نعملين الانفلاتنج ويقدر يتحرك في اي مكان انقله من مكان ده يستعمل فيه يستعمل في الكيمويات يستعمل في الأدوية في مصانع الأدوية يستعمل في مصانع الكوزماتيكس انسو اون ان انا اقدر احمل هذا البارتس وانقله من مكان الى اخر بالطريقة البسيطة دي وبعد ما نقلت البارتس يبقى انا الانفلاتنج دي فضيت عملت تفريغي الهواء يرجع تاني الجريبر لوضعه الوضعه الاصل